موسيقى للسنة الثالثة على التوالي البنانية الدولية بتنظيم الكولشتورال سيتي أو المدينة السقفية مشروع ضخم بضمن نشاطات منوعة تمتد على مدى حوالي أسبوعين راح نتعرف على تفاصيل أكثر مع جوفنا برحب بعميد كلية العلوم والفنون بجامعة الالأيو دكتور سامي الخطيب أهلا وسهلا فيك دكتور وبرحب كمان بالمديرة تنفيذي لمركز حقوق الإنسان بالالأيو خلود الخطيب أهلا وسهلا فيك خلود هالمشروع هو من تنظيم مركز حقوق الإنسان بجامعة الالأيو وشو علاقة حقوق الإنسان بمدينة سقفية خلود أول شي بحقوق الإنسان كمركز تم إطلاقه بـ 16.01.2011 ليشكل ثيرد دايمانشن للجامعة لبنانية الدولية ضمن إيمان مطلق بأن الجامعة ليست فقط صرح أكاديمة وأنا لازم يكون عندها امتداد للمجتمع ومن هون إجا الحق بأي شي متنوع الحق في أن يكون عندي حق المرأة حق الطفل حق ببيئة نظيفة حق بسقافة يعني كل الأضايا الاجتماعية أولي عملوا جهة بمجتمعنا بالضبط ولأنه السقافة حق من حقوق الإنسان ولأنه أنا حق بيكون بسقافة على قدر متنوع من الإيميل المعنوية والاجتماعية من هون أخذ للمركز على عاطقو تنظيم المدينة السقافية الثالثة يلي بلشت إطلاقها بال2011 و2013 ونحن هلأ عم نطلقها للسنة الثالثة 2013 دكتور خطيب عرفنا سريعا عن جامعة الأيو كم فرع موجود ومن أي متى موجودين نحن بدنا بال2001 بمنطقة البقع بالخيارة كان أول إطلاق الألع بخريفة 2001 اليوم الجامعة تضم 8 فروع منتشر على كل الأرض اللبنانية من الشمال لجنوب الجامعة عبارة عن خمس كليات كلية الصيدلي، كلية العلوم والفنون كلية إدارة الأعمال، كلية التربية وكلية الصيدلي مبدئياً نحن بمنطقة البقع بين البقع وفرع رياء عنا حوالي 4000 طالب في حوالي 40 اختصاص بالجامعة موزعين على كل الكليات وكلهم طبعاً في عندهم نصيب بالمدينة الثقافية مشتركة بنشاطاتها من خلال أعمال الطلاب وإنتاجاتهم خلود مثل مع زكارة قبل هذه السنة الثالثة اللي بتقوموا بها الحدث وكل سنة في موضوع مختلف هالسنة اخترتوا جو جوين ليش هالموضوع بالذات؟ لو نزل منتطلح حوالينا منلاقي قدالبيئة هلأ عم تتراجع نحن منقول لبنان بتنوعه والمناخة والجغرافية هو قرث لألنا بس هذا المراس نحن مقدرنا نحافظ عليه منشان هيك عم نقول انه نحن لازم يكون عندنا هيدا الهدف وهيدا القضية اللي عم نشتغل عليه اللي هو الحق ببيئة نظيفة وسليمة وإلى آخره فمن هون بلشت الجامعة بكل الاختصاصات اللي موجود فيها تتحط استراتيجي مطلقة كيف تتحول لجامعة خضراء كيف تصير جو جرين وكيف تخلق دي جرين سيتزن تبلش هيدا الطالب بوركشوبس بإنترتيمنت بأويرنس بأكشن بلانس هاو تو جو جرين من هون اجت هذه المدينة السقفية موضوع يعني كيف ممكن نكون مواطنين عنا وعي كامل حول أمور البيئة عنا بالبنان هي بتبلش وعي فردي أولا لما أنا ببلش بحافظ عليها تكبر للتيمورك لما ببلشوا يشتغلوا جماعيا تتحول لشيء انستيوشن لما ببلشت الجامعة كمنظمة تشتغل عليها هذا الشيء بيّن معنا يعني إحنا ببلشنا بحملة ريسايكل بالجامعة كلها مثل ما كان عم يحكي دكتور خطيب أنه نحنا في عدد كبير من الطلاب يعني هلأ حوالي أربعين ألف ستودنت بالقلق أيوم فكلنا منصرف ورق ومنصرف اكزامز ومنصرف بروجيكت فهذا الورق اللي نحنا عم نستهلكه يعني وظفوها تتميز كل طاقتهم حتى يطلعوا بأفكار ممكن تفيد البيئة بضبط حتى الدبارتمنت بلشوا يشتغلوا على كاليوغرافي أنه يقدر يصنعوا كمان ورق وهالأشياء كلها يقدروا يعملوا هني ريسايكل لهذا الورق في وركشوب ستتضمن هيدا الشيء كولترال سيتي ثري انطلق بفرع البقع وابتدأ بـ 18 أيار ومستمر لغاية 2 نحزيران وخلال هالفترة في مجموعة كبيرة ومنوعة من النشاطات أكيد أعطونا فكرة سريعة عنها بالمبدأ نحنا بتبدأ المدينة الثقافية بحفل افتتاح هذا الحفل افتتاح كان بـ 18 طبعا خلال حفل افتتاح في عنا العديد من النشاطات بدأت بمعرض لقسم الفنون بكلية العلوم هي عبارة عن منتجات الطلاب خلال السنة الدراسية عرضوا مشاريعهم وعرضوا انتجاتهم ورسوماتهم بالإضافة لهذا الشيء كان في عنا الافتتاح الرسمي وخلاله كان في العديد من النشاطات موسيقية فنية ثقافية دبكات ورأسات يعني قدمت الفنون على أنواعه ولكن كلها ضمن ريسار معين بالضبط كان في عنا رسالة معينة حابين نوسل وحابين نوصل بين خلال هذه المدينة الثقافية لداخل كل بيت بالبقاع وبلبنان لداخل لعند أهل لعند العائلة لعند المجتمع لأن الجامعة مش ممكن تنجح إلا ما يكون في هذه العلاقة بينها وبين المجتمع التلميذ هن بزيتهم اشتغلوا بتنفيذ هالنشاطات والمشاريع بس أعطي فكرة سريعة المدينة الثقافية قامت على شيء اسمه نتوركينج الشيء العام للتيمورك يلي شفناه شفناه أنه طلاب الماركتينج يلي هني بالبزنس قدروا هني يغطوا جزء كتير كبير من الكولتشرال سيتي عملوا سيلف اندبندنس يعني كوفيرج عبر جتنج سبونسرز لهيدا الشيء شفناه كل ديببارتمنت بديبارتمنت عم تشتغل لشكلوا هالتيمورك حتى ضمن الميسجز يلي تقدمت حتى الموسيقى قدرنا حولناها لميوزيك من التراش كان فيه شعار يأخذ تراش ويغطر تراش عملت غواصة كمان عملت غواصة عملت غواصة عملت غواصة في عنا نحنا اتفاقية مع جميلة ار كونسيال نعم عملنا اتفاقية معهم قادرين نحنا نجمع كل الويست اللي بالجامعة نفرزها ونحولها لبرودكت هني بياخدوها وقدرين هني يتصرفوا يبيعوها والأوتبوت طبعا كل الأوتكم اللي رح يجي مننا رح نستعملها لحتى مثلا منشفينا نشتري كرسي مدولة فينا نساعد مريض سرطان فينا نساعد اي حدا بحاجة لهم رح نتعرف هلأ بالصورة على الكولترال سيتي ثري الثقافة ولو كثر العلم كسرت الجامعة اللبنانية الدولية البقاع أصنام التقليد الأكاديمية وفتحت أبوابها للسنة الثالثة على التوالي لمدينة ثقافية جمعت الأساتذة والطلاب والمديرين في لحظات رقي وإبداع لا تمحى ومن الخيار البقاعية إلى شارع الحمرى ذهب المحتشدون في الافتتاح مع الفنان خالد الهبر قبل أن يعود إلى أماكنهم سالمين ويعرض انتاجاتهم وإبداعاتهم الفنية والتقنية والعلمية التي جال عليها رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم امراد متابعا بدقة ما فعلت أيدي طلابه منهم من جسد الحروفية العربية على بلاستيك لبليكسي بأشكال ثلاثية الأبعاد ومنهم من أحيى أيام الصيدلة والصحة حيث حملت تبرعات الدم التي شاركت فيها كل مستشفيات البقاع ويوم التربية وورش العمل كان فيها الطلاب كخلايا نحل لا تهدأ إلى أن يحل الهدوء الرائع في أمسيات شعرية وندوات ثقافية وللرياضة حصة كبيرة من النشاطات وكذلك للأطفال حيث كانت لهم مسرحيات خاصة وعروض أخر العنقود في مؤسسات الغد الأفضل أي الجامعة اللبنانية الدولية عاشت أياما بقاعية ليست كالأيام هي التي تحتضن أربعة ألاف طالب في أربعين اختصاصا معنوينة أيامها التي مرت من أجل الأيام الآتية بالأخضار تريد أن تكون جامعة بيئية مميزة وهي منذ قليل انطلقت بورشة مثل ما شفتم مشاهدينا نشاطات على أنواعة وفنون على أنواعة كلهم ضمن برنامج كولترال سيتي تري خلودوا أعطينا فكرة أو لمحة سريعة عن بقية النشاطات الأدمي بهالمشهور بس تقول في شيء تم إطلاقه كثير مهم من هارة الأربعة يلي كان بالهلث داي تم افتتاح حياتين ابن الرازو وابن سينا وكان احتفال كثير دخل بيه حرام الجيمة بزبط وعننا اليوم عم بيتم اليوم الفرماسي داي بحضورة 19 نائب من العالم العربي وعندي ب31 الشهر عنا اطلاق اللي هو مركز تدريب لكل مدارس الخاصة والرسمية بكل لبنان وأكيد دعوة مفتوحة للكل تلميز وأهليون وكل المهتمين بهالمواضيع حتى يشاركوا بكل نشاطاتكم شكرا لوجودكم معنا وعقبال كل سنة أهلا وسهلا فيكم وقف جديد لمشاهدين ومتابع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة